بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة طالبات الصف الاول الاعدادي في قناة جديز اعدادي مع مساني السمان ان شاء الله انهذا هنشتغل من كراسة الكراسة جيم او ملحق جيم اللي هو اسمه انجوينج اساسمنت هنشتغل فيه جزء التالت بازن الله اللي هو عبارة عن عندنا تدريبات على المفردات على كل وحدة وعندنا تدريبات على قواعد كل وحدة الكلام ده موجود في عندك في صفحة تمانية وسبعين من كراسة جيم المفردات بيقول عايز قولك اخت والدك او والدتك تبقى لك ايه is your son ابن انكل عم انت عم او خالة ولا دوتر ابن عم او خالة ايمين لاختي الوالد او طيب number two your brother is your parents ايه اخيك يبقى ايه بالنسبة لوالديك هيبقى your parents son ابن ولا sister اخت ولا brother اخ ولا دوتر ابن ايكون ابن الوالدين ابن والدي هو اخي number three your sister is your parents ايه اختك هي ايه بالنسبة لوالديك هي انكل عم sister اخت brother اخ ولا دوتر ابن اختك هي ابنة والديك طيب number four your aunt and uncle's child is your ايه عايز قولك طفل لعمك او خالك طفل لعمتك او خالتك ده بالنسبة لك يبقى your ايه your uncle عم ولا aunt عمه son ابن ولا cousin cousin بمعنى ابن العم او العمه الخال او الخالة number five هناخد ايه من الكلمات دي are brothers or sisters of the same age هو عبارة عن اخوات او اخوات من نفس العمر teams دي مفردها team بمعنى فريق drums مفردها drum بمعنى طبلة bands مفردها band بمعنى فرقة موسيقية ولا twins twins هم التوأم التوأم دول عبارة عن اخين او اختين من نفس العمر طيب number six هناخد ايه من الصفات دي work is a work you do for no money هو العمل الذي تؤديه بلا مقابل طيب هو اسم ايه voluntary work عمل تطوعي هو ده اختيار اما manual بمعنى يدوي hard صعب او صلب easy سهل عايزي من voluntary work عمل تطوعي number seven هناخد ايه من الكلمات ايه is a game for two people هو لعبة لاتنين شخصين اتنين volleyball كرة الطائرة لا دي فريق اوكي برضو دي فريق هي لعبة الشطرنج اما basketball هي كرة آآ سلة وكمان دي فريق يبقى اللعبة اللي بيلعبها شخصين اتنين هي number eight هاخد ايه من الكلمة دي is a group of people هو مجموعة من الناس who play music together يعني يعزكون الموسيقى مع بعضهم البعض طيب او سويا او معه دول اسمهم ايه class بصل باند فرقة موسيقية تيم فريق ده اللي يلعب الالعاب زي الباسكتبول والفوتبول وغيره وال left school مدرسة باند فرقة موسيقية number nine ناخد ايه من الكلمة دي are musical instruments which you hit to make noise هي عبارة عن آلات موسيقية انت تقرعها hit بمعنى تقرع او تضرب لتصنع ايه صوت او ضوضاء صخب يبقى ده باند فرق موسيقية البيانوز مفردها البيانو قالت البيانو ولا جيتارز مفردها الجيتار ولا درامز الطبول الطبول هي اللي انت hit تاخد الفعل hit يعني يضرب او يقرع على number ten ماهر هاخد ايه من الافعل دي full entry work at a hospital عايز اقولك ماهر بيقوم بعمل تطوعي في مستشفى plays ولا goes ولا does ولا ميكس هقول لانه الفعل اساسا اسمه يبقى مع ماهر اللي هو هي هنقول مش هنقول ده يبقى نقول يعني يقوم بعمل تطوعي فكذا number eleven بيقول اه ايه من الكلمة دي is very high مرتفع جدا صايل تربة اللي هو ارضية الغرفة وارضية الشقة ولا ground ارض ولا اه ماونتين اللي هو الجبل number twelve اه ايه من الحاجة دي has no mother or father ليس لديه ابا او ام غرفا يتيم هيا دي فاختيارنا وين بمعنى احد التوأمين parent احد الوالدين انكل عم عايزين من اورفن يتيم number تورتين كايرو اند الكزاندريا او بيق اسكندريا والقاهرة دول ايه بيق ايه بحيرات دول او بلاد ولا مدن كبيرة ولا بحار مدن كبيرة يبقى ايه موجودة في قمة المنزل او في اعلى المنزل او الثقيفة او العلية جبل هيل تل عايزين من اتاك صفحة تسعة وسبعين number خبيبة مرزق دي اي كبيرة في افريقيا. لعبة جنباز ولا لعبة الجنباز نفسها ولا اللي هي اه اللعب اللي هي الالعاب الرياضية ولا اللي هو هل هي زياء هتكون ايه اللي هو لاعبة جنباز. نمبر سكستين حبيبة تأكل كيدم لانها ايه لانه ايه is a difficult sport. رياضة صعبة. رياضة اللي بتلعبها اللي بتلعبها حبيبة مرزق اسمها ايه جامانست. لا ده اسم اللاعب نفسه. اما الرياضة نفسها اللي هي جنباز اسمها جامانستيكس. اما فيزيكس الفيزياء ماتيماتيكس الرياضيات. دلوقتي هنسأل في اللينجوج اللي هي القواعد. قواعد الوحدة الاولى. عندك سبنتين. احنا طبعا احنا نتناول المراجعة على كل وحدات منها. نمبر سبنتين. طارق از ماراوان's cousins. اكازن. يبقى طارق ده ابن عم ماراوان. كويس طيب. اليوم هو عزق العيد ميلاده. عيد ميلاد مين طارق طيب. عز نقول اليوم هو عيد ميلاده. ايه والهم والهز والهر هنقول هز ليه اخترنا هز بالزات علشان دي صفات ملكية. يأتي بعدها اسم الشيء الذي نملكه. يبقى ده هو الاسم المملوك ليه مين لطارق. اما هي دي ضمير فاعل يجي في بداية الجملة. هم ده ضمير مفعول. يجي بعد الفعل. طيب. او بعد حرف جر. يجي بعد الفعل او بعد حرف جر. دي صفات ملكية. بس تيجي للبنت مطارق ولد. عشان كده هنقول هز. نمبر ايتين. هدى عند وعمر. هدى وعمر هاخد ايه من الاختيرة دي والدك. آآ عمرهم اربعة وستين وخمسة وستين سنة. ايه بقى عمر هدى وعمر دي صفة ملكية. يأتي بعدها اسم الشيء الذي انت تملكه. طيب. اما دي ضمير فاعل نبدأ فيها نبدأ بيها الجملة. ده ضمير فاعل بمعنى هم. طيب ده ضمير مفعول. يجي بعد الفعل او بعد حرف الجر. نمبر ناينتين. هاخد ايه من الاختيارات? عايز قولك اخبرني بخصوص عائلتك او اخبرني عن عائلتك. اقول ايه? ولا ماي ولا مي ولا ماين. اقول تل مي. تل مي اخبرني. ويأكده تبقى ضمير مفعول. احنا قلنا ضمير مفعول يجي بعد الفعل او بعد حرف الجر. طيب تل دي فعل. علشان جاي في بداية الجملة يبدأ فعل في صيغة الامر. طيب اما اي دي فاعل يجي في بداية الجملة ويجي بعده الفعل. ماي دي صفة ملكية يأتي بعدها اسم الشيء الذي انا املكه. هقول مثلا ماي فاذر. هقول ماي باج. وهكزا. ماين دي ضمير ملكية. لا يأتي بعد اسم الشيء الذي انا املكه. هقول انه ملكي. او انه لي. طيب. انا اسمي لارا وهذه اسرتي. طيب هقول ايه? ولا ماي ولا ماي ولا اي. هقول ماي فاملي. ليه? انا عشان كده انا عايز الصفات الملكية اللي يأتي بعدها اسم الشيء الذي انا املك يبقى صفة الملكية ماي والشيء اللي انا املكه هو ماي فاملي اسرتي. اما دول دي ضمير مفعول. خلاص نحفظ مع بعض. ضمير المفعول يجي بعد ايه? يجي بعد الفعل او عرف جر. خلاص? طيب هقول مسلا. جيف اتو مي. جيف اتو مي. ادي جات بعد تو. جات بعد تو. يعني هي كده ضمير مفعول. خلاص? او ممكن اقول يبقى كده جه بعد الفعل. خلاص? اما ده ضمير ملكية لا يأتي بعده اسم الشيء الذي انا املكه. اي ده ضمير فاعل نبدأ به الجملة ويجي بعده الفعل. اه عايز اقول لنا وحاتم دول هم بيرنس ولا شيء ولا ماي ولا مي. هقول ماي بيرنس. لنا وحاتم دول والدي. طيب. ليه ما خدناش بقى الاختيارات هم بمعنى ايه ممكن تيجي نقول اه هم دي ضمير مفعول. تيجي بعد ايه? بعد الفعل او بعد حرف الجرد. شيء ضمير فاعل نبدأ به الجملة ويجي بعده الفعل. مي ضمير مفعول يجي بعد الفعل او بعد حرف الجرد. احنا عايزين ايه? صفات ملكية علشان هنا اذكر اسم الشيء الذي انا املكه. هو عادة ايه هاخد ايه من الافعال هو عادة يأتي للمنزل في ايام آآ الخميس. طيب. هقول از كامنج ولا كامنج ولا كامنج? هقول كامنز ليه? لانه فيه هنا بمعنى عادة تدل على زمن المضارع البسيط. خلاص? وكمان شايفين حرف الاس ده? يدل على التكرار. يبقى مساء كل يوم خميس طالما تكرار. عادة متكابلة الحدوث يبقى ده مضارع بسيط. طيب مع هي هنضيف للفعل هنا اس عشان الفعل اساسا ينتهي بايه? يبقى مع هي او شيء ات بنضيف اضافات. حين نضيفنا حرف الاس بقى ايه? صباح اه لا عندنا رقم رقم تلاتة وعشرين يعني في صباح كل يوم احد خلي بالك في هنا حرف اس. دليل على ايه? تكرار الحدث كل يوم احد في الصباح ايه اللي بيحصل? وي ايه? سوامينج. سوامينج يعني ايه? السباحة. اول وي جو? ولا وينت? ولا جن? ولا جوين? اول وي جو? نحن نذهب. مع وي مش بنضيف اي ضغاط في زمن المضارع البسيط بنضيف مع هي وشي وات فقط. يعني عمت هادي. دازنت لا نقض ايه من الافعال هادي to stay in the mountains. هادي ان تبقى في الجبال. هنقول وانت ولا وانت ولا وانتنج ولا وانت هنقول وانت ليه لانه هنا في نفي. بنقول بعد النفي بيجي مصدر الفعل. number two. اقرأ ويصحح الكلمات التي تحتها خط. سليم لا يلعب التنس بعد مدرسة. طيب سليم ده كأنك بتقول ضمير الفاعل هي انفع نقول. لا هنقول ايه? هي دازنت تاي. كيب هنخلي دونت دي دازنت. آآ دي دازنت. number two. هل انت تستمع للموسيقى مع هنستخدم الفعل المساعد دو. هقول دو يوليسن تو ميزك. آآ دي دو. number three. what is her hobbies? what is her hobbies? لأ مش هنفع نقول هنقول ايه? هنقول what are ليه عشان هنا جمع. دي دي للمفرد. يبقى هنقول what are her hobbies? يعني ما هي هواياتها. number four حبيبة is a gemanist. حبيبة دي لاعبة آآ جنبس. عائلتها بتعيش في آآ القاهرة. هنفع نقول his family لأ هنقول her family علشان دي بنت. اما his دي تستخدم مع الورد. يبقى هنقول her. number four do he play football on mondays? هل هو يلعب كرة القدم في ايام الاثنين? هنستخدم مع he. فعل المساعد دو. لا هنستخدم ايه? داز. اه دي داز. number six they lives in بورسعيد هم يعيشون في بورسعيد. طيب we visit them in the summer. نحن نزلهم في الصيف. هنقول they lives. لا هنقول they live. ما فيش داعي لوجود حرف الاس ده. طب نضيفه مع he وشي وات فقط. يبقى نقول live. number seven yes i playing tennis on sundays. نعم انا العب التنس في ايام الاحال. طيب هنا في sundays في حرف s دليل على تكرار وطالما ده تكرار يبقى ده زمن ايه? مضارع بسيط. مضارع بسيط هقول i play فقط بدون ing. اه دي play. number eight where is your father work? اين هي عمل والدك? طيب. هنا ما ينفعش نستخدم is عايزين ايه? عايزين فعل مساعد. ليه? عشان هنا في فعل اصلي اللي هو work. يبقى السؤال في فعل اصلي. طالما في فعل اصلي. يبقى عايزين فعل مساعد. ايه هو الفعل المساعد اللي احنا هنستخدمه? هنستخدم does. ليه? علشان your father. كأنك بتقول ضمير الفاعل هي. يبقى السؤال كأنك بتقول where does he work? هادي does. هنشوف number nine بيقول where does your grandparents live? اين هي عيش الجديك? طيب دي فيها s يعني جمع ينفع نقول مع الجمع does. لا هنقول where do? where do? عشان دي بتيجي مع هي وشي وقت فقط. كأنك بتقول يبقى هناخد الفعل المساعد. number ten how long does it takes to? takes you to come to school? كم يستغرق الامر منك لتأتي الى المدرسة بسرحة المدة? طيب. يبقى how long does it take? عشان ده سؤال يبقى هنجيب الفعل في المصدر بدون تو. طيب. number eleven can me have you can please? هل يمكن ان اأخذ آآ قلمك من فضلك? طيب هنقول ايه? can I can I? ليه? لانه ده سؤال. هنبدأ بي. كان وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل هو هاف. يبقى عايزين ايه? لكن مي دي زي ما احنا قلنا دي الضمير المفعول تيجي بعد الفعل او بعد آآ حرف إلجار. احنا عايزين هنا في ترتيب السؤال بيبقى كان الاول وبعد كده فاعل. number twelve. اللي هو الجد. يصل في الساعة الخامسة. هيا نذهب لنقابلها. ازاي? لنقابله. يبقى تو ميت هم. هادي هم. ضمير المفعول هم. مش هر دي لو قلنا جرام ماذر. طيب. بعد كده. number thirteen. صفق لي لعبي كرة القدم. هو يلعب جيدا جدا. ازاي بنقول فيها جمع وبعد كده نرجع نقول هي لا هنقول ذاي. ذاي بلايد هم لعبوا. اه دي ذاي هم لعبوا جيدا. اوكي. طيب. هنشوف بعد كده unit two. choose the correct answer from a b c or d. فوكالوري المفردة. number one. بيقول. all the children in our school go to there. كل الاطفال في مدرستنا يذهبون الى ايه? when the head teacher wants to talk to us. عندما اه المدير يحتاج ان او يريد ان يكلمنا. طيب هنقول هم بروحوا فين? lab المعمل. ولا اللي هي اختصار laboratory بمعنى معمل. ولا library مكتبة. bookshop اللي هو معرض الكتاب. ولا hall. hall بمعنى صالة او طرقة او مكان واسع. number two. add break في الفصحة. I play games with my friends in the. انا العب. الالعاب مع اصدقائي فين? in the playground في الفناء. اما bell بمعنى جرس. classroom فصل library المكتبة. number three. or homework. من اجل الواجب المنزلي. we often read books from the. نحن غالبا نقرأ كتب. منين? كتب دي نقرأها منين? laboratory المعمل. library المكتبة. play ground اللي هو اللي هو اللي هو الصالة. اقول نحن غالبا نقرأ الكتب فين من المكتبة. library. number four. تعطلت نهاية الاسبوع. يعني انا ازور جدتي. هقول يعني ممل او يشعر بي الملل. بورد معنى يشعر بي الملل. بيك ضعيف. typical بمعنى نموذجي ولا strong يعني قوي. typical يعني نموذجي. النظام الوطيني النموذجي. عشان كده هنا بيقول في المضارع. انا ازور جدتي. number five. we know it is time for the next lesson. نحن نعرف انه حان وقت الدرس القادم. when we hear that. بمعنى آآ قرص الدواء ولا بمعنى فاتورة ولا بمعنى جرس ولا بال كرة عندما نسمع الجرس. number two. some children in ايجيبت سايكل ايه? سكول. عايز اقول لك بعض الاطفال في مصر يركبون الدرجات ايه للمدرسة? ولا ات ولا ان ولا ان. هقول ايه? هقول. علشان يوصلوا المدرسة يبقى هنقول. طيب. بعد كده number seven. القطارات بطيئة. but planes are ايه? بطي تفيد التناقض او التعارض. حاجة بطيئة. يبقى تاني ايه? يعني سريعة. اما بمعنى فارغ بمعنى بطيئة. number eight. some children in اوغاندا. go to school a اكانو. يعني بعض الاطفال في اوغاندا يذهبون الى المدرسة في زورق. طيب هنقول ولا ان ولا باي ولا فور. ان اكانو في زورق. اللي هو المركب الضيق الطويل. number children to school and home again every day. الاطفال للمدرسة و للمنزل again. يعني مرة اخرى كل يوم. انقول drives ولا rides ولا takes ولا cycles. انقول ايه? انقول تيكس يأخذهم للمدرسة وللبيت كل يوم. number ما يكون الاطفال او حيث ان الاطفال المكان اللي هم فيه يعيشون في الولايات المتحدة الامريكية. يوجد الكثير من ايه في الشتاء? هم يستخدمون سناو موبيل. يوجد ايه? سناو اللي هو التلج او التلج. او الجليد. سناو اللي هو الجليد. وينضق الريح. رين مطر ستورم عاصفة. سناو اللي هو الجليد. وعشان كده بيستخدموا سناو موبيل زلاجة الثلج. او الجليد. number 11. الاطفال في الولايات المتحدة الامريكية هناخد ايه من الافعال? عايز اقول لك بيركبوا آآ السناو موبيل. يروحوا المدرسة بالسناو موبيل هي زلاجة الثلج. هنقول سايكل ولا تيك ولا رايد ولا نقول عشان يجي بعدها حرف الجر تو. ينتقلون الى. ايه ناخد ايه من حرف الجر? احنا وصلنا من يومين. طيب. المدن ناخد قبلها ناخد قبلها ان. المدن ناخد قبلها حرف الجر ان. نقول ان لكسر. تورتين. علي علي عادة يصل ايه سكول آآ آآ ففتين. الساعات نقول لها اات. اات للساعات. اات للساعات. صفحة واحد وتمانين نمر اربعتاشر هو انا وصلت. اخد ايه من حرف الجر اوغاندا. اوغاندا الاسبوع الماضي. طيب. احنا قلنا الدول والمدن تاخد حرف الجر ان. متى يصل ايه الفطة? هنقول اون ولا اات ولا ان ولا نو بروبوزيشن. يعني لا حرف الجر. هقول اات. بمعنى يصل. تاخد حرف الجر اات. بعد كده القاعدة. نمر سكستين امير بلايز باسكتبول. افتر سكول اون موندي تيوزدي ان فنسدي. اي ايه بلايز ات. عايز اقول لك امير بيلعب آآ كرة السلة بعد المدرسة في ايام الاتنين والتلات والاربعة دول تلات ايام من الاسبوع. الاسبوع في سبع ايام. طيب. دون يمسلو ايه بمعنى ابدا او مطلقا ولا اوفن غالبا ولا ايفر دي ابدا ولا دائما هنقول اوفن لانه دي ودي بمعنى ابدا الشيء ده لا يحدث طيب يبه هو مش بيروح يلعب كرة السلة بعد المدرسة في الايام دي خالص لا طبع اوز بمعنى دائما كل الايام لا هو بيروح تلات ايام بس يبه اوفن غالبا. نبر سبنتين نستر باتر دوزنت لايك لاينج نستر باتر قاله استاذ بادر ولا السيد بادر لا يحب ايه الطيران وهو دائما يسافر بالقطاع واحد مش بيحب الطيران وهو دائما يسافر بالقطاع ايبه هو ابدا لا يسافر بالطائرة فينها ابدا دي انقول اوفن بمعنى غالبا عادة دائما ولا بمعنى ابدا او مطلقا هو مش بيروح بالطائرة ابدا اياتين دينا بتروح سباحة في ايام الخميس والسبت دول يومين بس في الاسبوع هنقول عليهم ايه 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 نيفر يعني ابدا او مطلقا لا بمعنى عادة يعني احيانا ولا بمعنى ايه دائما اقول ايه اقول ايه احنا اقول بمعنى ابدا او مطلقا ايه بالحاجة دي مش بتحصل ابدا وده مش هينفع بمعنى ايه عادة وعادة نسبتها اكتر من خلاص اما بمعنى دائما يعني كل الايام لا دي بتروح يومين فقط في الاسبوع يبقى ايه هقول ايه من الاختيرات دي يعني نحن نتكلم اللغة الانجليزية ولا احيانا ولا دائما ولا غالبا نتكلم اللغة الانجليزية خلال درس او دروس اللغة الانجليزية هنقول نحن دائما مش دي حسوة انجليز يبقى خلاص نتكلم فيها اما بمعنى زي ما احنا قلنا ابدا او مطلقا احيانا ويقفن غالبا و هاخد ايه من ظروف التكرار دي نذهب لي المدرسة في ايام الجمعة حد يبيروك في ايام الجمعة لا يبقى هنقول ايه يعني ابدا او مطلقا اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط نمبر يعني اختي تذهب لمدرسة فتيات طيب محيز يقول اختي تذهب لمدرسة فتيات مدرسة فتيات طيب فتيات دي بقى هنخلي حرف الاس مع الكلمة يبقى جمع منتظم جمع منتظم يعني جمع ملتزم بحرف الاس معاه يبقى خلص هنخليها وهنطلع الاباسترفي ويدي بره هتبقى ايه جارز ايه دي جارز حرف الاس معها هي موافقة ان هيبقى معها في صغط الجمعة خليها معها وهنطلع الاس بره هنطلع الاباسترفي بره الاس نمبر تو هذا هاتف علي ده جديد طيب علي ده اسم واحد مفرد وهي ملكية المفرد باباسترفي الاول وبعلي كده الاس يبقى عليز علي علي الاباسترفي الاول وبعلي كده الاس نمبر ثري هذا حزاء واختي آآ اسمها هدى طيب دي ملكية مفرد وطرع ما ملكية مفرد يبقى الاول وبعد كده اس يبقى سسترز ايه دي سسترز اابسترفي ويبقى سستر الاول وبعد كده اابسترفي وي اس لان هو يقصد هدى هدى دي بنت واحدة بس بدي هي دي اختي اخت واحدة فقط نمبر فور هل يمكنك ان ترى فصل كمال وي امير انه على اليمين طيب زي ما يكون عندنا اسمين اتنين يشتركوا في ملكية شيء يبقى الاباسترفي هدى بقى على الاسم التاني يبقى تصيح هو كمال اند اميرز كلاسروم يبقى ادي اسمه ايه هو كمال ادي كمال كمال خلاص كده هنسيب كمال زي ما هي وبعد كده هنقول اند وهنجيب امير امير اهو وبعد كده اسم يبقى الاباسترفي تبقى على الكلمة التانية او اخر شخص يملك يملك اشيء نمبر فور ده جاكت فادي فادي ده مفرد ملكية المفرد اباسترفي الاول وبعد كده اسم يبقى ادي فادي فادي اباسترفي الاول وبعد كده اس هذه قمصان كرة القدم للاولاد طيب عرفنا ازاي ان ندل الاولاد مش ولد واحد لان هنا في شورس في حرف الاس وده جامع يبقى قمصان كتير قمصان كتير يبقى ده ملك لأولاد كتير يبقى عايزين ملكية الجامع الجامع ده منتظم يعني اقدر اقول بكل بساطة كده هضيف لها حرف الاس في الجامع يعني ده يقبل حرف الاس معا يبقى جامع منتظم يبقى نخلي الاس معا وهنطلع الاباسترفي برا بس كده بدون ما نحتاج الاس التاني نابر سابن عايز اقول لك الحزاء ده بتاع مين بتاع علي علي ده شخص واحد بس مفرد ملكية المفرد بالاباسترفي الاول وبعد كده ايه بقى ده علي واس نابر اه ايت ماجدي باك از بلو هعيز اقول حقيبة ماجدي زرقاء طيب ماجدي ده برضو مفرد ملكية المفرد الاول وبعد كده ايه بقى ايه ماجدي ايه ده ماجدي واس ماجدي نابر ناين خلاص احنا قلنا لما يكون في اكتر من شخص اشتركين في ملكية شيء في الاباسترفي تتحطى عند الاسم الاخير افاسترفي اس يبقى جودي اه دي جودي اه دي مين عولا اولاز خلاص نابر تان هذه ليست كراسة الارفال انها كراسة المعلم طيب هنا كراسة المعلم كراسة لمعلم واحد مش معقولة كراسة يشترك فيها مجموعة معلمين كتير هي كراسة واحدة لكل المدرسين لا هي كراسة واحدة لمدرس واحد يبقى تيتشر هنا مفرد ملكية المفرد في الاباسترفي الاول وبعد كده اس خلاص يبقى اه دي اللي هي المفرد اتصرفي وبعد كده اس هيقول عبدالعزيز هذه ليست كرة عبدالعزيز انها كرة الاطفال طيب ده جامعة غير منتظم وطالما جامعة غير منتظم يعني غير ملتظم مش عايز مش عايز حرف الاس معها خلاص هنخلي في فاصل بينه وبين الاس اللي هي من زعالة مش عايزها مع الفاصل ده هو الاباسترفي يبقى هتبقى ايه اه دي اه دي وبعد كده الاباسترفي والاس هي دي اللي هتبقى الفاصل لانه ده جامعة غير منتظم مش عايز حرف الاستماع خلاص نبعدها وهنخلي الاباسترفي قبلها خلاص نمبر اه اه هنقول هنقول هندي جامعة لاخوتي طيب اما بيروحوا نفس المدرسة الجملة دي وضحت لك ان دول اولاد كتير مش واحد بس اخوة كتير مش اخوة واحد بس وطالما كتير يعني جمع 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 ده منتظم ولا لأ اه منتظم يعني محتاج حرف الاس تبقى معه اه دي براثر اه دي براثرز محتاج حرف الاس معه موافق عليها اوكي ملتزم يعني منتظم يعني عايز حرف الاس معه خلاص هنطلع الاباسترفي بار اول اسئلة عندك على يونت سري مفردات نمبر ون اللي هو الطائر الصغير is very ناخد ايه من الصفات دي لا يستطيع الطيران لايام عديدة يبقى هو كده ضعيف او فقير ولا قوي ولا طيب او عطوف وطبعا نمبر تو يعني ضعيف جدا الطائرة is very ايه عايزين صفة عايزي يقولك الطائرة دي عنزل لها صفة هي تستطيع ان تمشي بسرعة تسعمائة كيلو متر في الساعة طالما قلنا بسرعة كيب هو بيسأل عن ايه السرعة هاو فاست اما طول طول لانج طول للمسافات بين المدن ويك بمعنى ضعيف نمبر ثري my aunt is very عمتي is very ايه ناخد ايه من الصفات دي هي دائما تعظني هدايا جميلة يبقى هي ايه كده فاست فاست يعني سريعة ولا فيك ضعيفة مريحة هنقول بمعنى ودودة نمبر فور الجمال ارباري ناخد لها صفة تقدر تشيل حوالي متين كيلو من الحقائب يبقى هي كده ايه weak ضعيف ولا strong قوي long طويل ولا tall هنقول very strong يعني قوية جدا نمبر فايل هاو ناخد ايه من الكلمات دي is the cailo tower برج القاهرة it is 187 متر عوالي مية سبعة وتمانين متر يبا بيسل عن ايه بخصوص برج القاهرة هاقول how long well how tall how many how much how tall بيسل عن طول برج القاهرة نمبر سكس the queen of england is very ملكة انجلترا is very هاخد لها صفة she has got many houses لديها الكثير من المنازل العديد من المنازل يبا هي very rich غنية friendly ودودة unfriendly غير ودودة ولا poor فقيرة هي كده very rich غنية جدا نمبر سبن a brave person is happy to do something ان الشخص الشجاع هو بيكون سعيد عندما يؤدي شيئا ما ايه fun يعني مرح ولا usual مألوف dangerous خطير bad سير dangerous بمعنى خطير يؤدي شيئا خطيرا نمبر ايد a clever person اللي هو شخص الماهر ناخد ايه من الافتراض دي عشان نكمل helps people يساعد الناس knows a lot يعرف الكثير is unkind غير طيف ولا shouts at people يصرخ في وجه الناس هو بيعمل ايه شخص الماهر knows a lot يعرف الكثير نمبر ناين a sensible person الشخص الحكيم بيعمل ايه الشخص الحكيم makes good decisions يعني يتخذ قرارات جيدة well has no time ليس لديه وقت is very tall طويل جدا is unfriendly غير ودود اقول makes very makes good decisions يعني يصنع او يتخذ قرارات جيدة نمبر تان a busy person الشخص المشغول is always دائما talking يتكلم walking يمشي doing something يؤدي شيء ما ولا laughing يضحك طبعا doing something نحن دائما نغضب عندما نكون غير سعداء بشأن شيئا ما ولا لاف ينضحك في نشعر بالسعادة ولا ينجح نكون غير سعداء بخصوص شيئا شيئا ما مخيف يجعلك تشعر بايه كأنك ساد حزين سيء يعني مرح او فكاهي ولا بمعنى خائف او مرعوب هي هي سكيري طيب نشوف بعد كده عندنا تطريبات على القاعدة يعني صديقي المفضل هاخد ايه من اختيرات دي شعر غامق قصير هنقول هاز قط ولا هاف قط ولا هايز عايزين نقول لديه او عنده كيب هنقول ايه هاز قط ليه قلنا هاز قط كأنك بتقول ضمير الفاعل هي طيب مع هي هنقول هاز قط هنقول هاز قط هاز قط بتيجي مع هي وشي وقت بمعنى لديه او عنده هل والدك لديه هاخد ايه من اختراضي امستاش يعني شارب هقول عشان تكمل مع بعض نادر لديه الكرسي المتحرك هاخد ايه من الروابط دي هو لا يستطيع ان يمشي اه بشكل جيد اول لذا ولا لان يجي بعدها السبب ولا بمعنى و دي بتربط بين جملتين ولا تدل على التناقض او التعرض بمعنى لكن عازي من هي اللي بيجي بعدها السبب يبقى نادر عنده كرسي متحرك له لانه لا يستطيع ان يمشي جيدا نور سكستين اسامة باسكتبول تنس اسامة بيحب يلعب ايه فوتبول كرة القدم وباسكتبول كرة السلة وكمان تنس طيب ايه هنقول ايه بمعنى او ولا و ولا لكن للتناقض او التعرض ول لذا ويجي بعدها نتيجة هنقول تلات رياضات اهم الفوتبول باسكتبول نور سبنتين محمد صلاح محمد صلاح يعيش في انجلترا لذا هي هاخد ايه من الكلمات دي يتحدث اللغة الانجليزية is able ولا able to ولا كان ولا كانت اقول كانت هو يستطيع ان يتحدث اللغة الانجليزية طب ليه ماخدتش الاختيارات دول لو قلت is able المفروض ييجي بعدها to نقول is able to ييجي بعدها مصدر الفعل لكن هنا مفيش to طيب هنا هنقول able to بس لوحدها لا كان المفروض ييجي قبلها is عشان تبقى is able to اما can't دي بمعنى لا يستطيع دي لا تتناسب مع معنى الجملة هو مشغول جدا هي هاخد ايه من اختيرات يعني يأخذ اجازات كثيرة هي بهاقول he can't ولا isn't ولا hasn't ولا wasn't he can't he can't take many holidays يقدرش ياخد اجازات كثير لانه مشغول جدا مصطفى يحب ايه من الحاجات دي الرسم في المدرسة do ولا does ولا doing ولا done اقول بعد الفعل love او like او hate او prefer او don't like او dislike كل الافعال دي يجي بعدها ايه الفعل مضافر ايه ايه هنقول doing doing art number 20 my brothers my brothers and i don't like يعني اخوتي وانا لا نحب ايه tv after school التلفاز بعد المدرسة watch ولا watches ولا watched ولا watching بعد like هنجيب ايه الفعل في يعني watching number 2 read and correct the underlined words اقرأ ويصحح الكلمات التي تحتها خط مجدة don't like swimming مجدة دي كأنك بتقول ضمير الفاعل مع شي هنقول ايه عند النفي هنقول doesn't مش don't يبقى هنكتب هنا doesn't دي doesn't خلاص number 2 لما نقول آآ في سؤال بهل سؤال بمعنى هل اللي هو اجابته yes or no تبقى البداية هي النهاية والنهاية هي البداية يعني طالما بدأنا هنا بdoes يبقى هنقول yes he does آآ دي number 3 what is your sister look like هنقول what ايه what is your sister look like ولا what does what does your sister look like آآ دي does طيب ليه قلنا كده علشان احنا لو استخدمنا is is دي هتبقى الفعل الاساسي في السؤال لكن احنا كده طالما فيه فعل تاني اللي هو look like بمعنى يشبه يبقى احنا عايزين فعل مساعد عشان يبقى تركيب السؤال زي ما احنا عارفين كلمة استفهام فعل مساعد فاعل وفعل اصلي كلمة الاستفهام اللي هي what بعد كده الفعل مساعد اللي احنا بنستخدمه في زمن المضارع البسيط هو هنا ضز عشان يتناسب مع كأنك بتقول هي كأنك بتقول شي يبقى كأنك بتقول what does she look like number four مصطفى but he doesn't like play تنس هو لا يحب اللعب التنس طيب فلما قلنا هنا يبقى هنا هنقول ليه عشان الفعل هنا يجي بعده الفعل وكمان الفعل يجي بعده الفعل يبقى ايه playing number five i love learn about how things work بعد لفعل هول ايه هول فعل من ضف لأي نيجي يبقى learning number six i likes doing math too i'm quite good at math انا احب ايضا الرياضيات اه انا جيد الى حد ما في الرياضيات يبقى هول ايه i like i like math يبقى i like number seven i quite like this sport my favorite sport is tenis but i'm not very good at it عايز اقول انا احب لعب التنس مع اصدقائي لكني لا انا ليست غايدا فيها طيب ينفع هقول ايه هنا هقول i like مش هجيب ربطه بي ولا حاجة هقول على طول وادل فعل مضف له هيب ايه number nine i doesn't like playing computer games انا لا احب طيب هقول ايه هقول i don't like دي don't like علشان هنا اه ضمير الفاعل هو اي اما بتيجي مع هي وشي واد فقط number ten after i do my homework بعد ان اؤدي واجبي المنزلي i like read a book اقول i like reading يبقى خلاص حفظنا بعد like او نحظة بس هنكتب reading هنقول بعد like او love او dislike وheit وكمان don't like او prefer كل الافعال دي هيجي بعدها الفعل مضف له i n j بعد كده هناخد مراجع على unit 4 choose the correct answer from a, b, c, or d المفردات number one there is a mouse ننجيب القلب هنقول there is a mouse هاخد ايه من خروف الجري دي الخاصة بالمكان the laptop on the teacher's desk اللابتوب على مكتب المعلم هقول ايه near there is a mouse there is a mouse هي وجد mouse انه هي فقرة near ولا next ولا in front ولا between هقول ايه هقول near بالقرب من ليه لانه اه حرف الجر التانية مش هتنفع next محتاج بعدها حرف الجر two و in front محتاج بعدها حرف الجر of طيب اما between تيجي بعدها وصف مكانين اتنين لكن هو قال مكان واحد هنا فbetween مش هتنفع هقول ايه near number two there is an mp3 player يوجد جهاز mp3 اللي هو مشغل الاغاني او الموسيقى هاخد ايه من حرف الجر الخاصة بالمكان to the laptop ل اللابتوب طيب هقول far two ولا in front two ولا next two ولا under هقول next two يعني بجوار يبقى يوجد مشغل الاغاني بجوار اللابتوب مالس far ييجي بعدها from in front يجي بعدها under مش بيجي بعدها حاجة لكن ما جيش بعدها حرف الجر two number three there is a phone charger هاخد ايه من برضو حروف الجر الخاصة بالمكان على ايه الطابع طيب هنقول next of لا هنقول next يجي بعدها حرف الجر two behind ما بتاخدش اي حروف لكن هنا في of in front هي اللي بيجي بعدها حرف الجر of عشان كده هنقول in front of امام ام under ما بيجيش بعدها اي حروف جر يبقى شاحن الموبايل امام الطابعة number four the whiteboard اللي هي السبورة البيضاء is هاخد ايه من حرف الجر the teacher's desk يعني مكتب المعلم اقول ايه behind خلفة ولا between بين دي بيجي بعدها مكانين اتنين وصف المكانين اتنين بين كذا وكذا ولا in front اللي بيجي بعدها of ولا next بيجي بعدها to خلاص كده عرفناها يبقى behind مش محتاجة اي حروف جر number five there is a tablet يوجد يوجد tablet هاخد ايه من حرف الجر دي the book الكتاب اقول between بين ينفع ان اقول يوجد tablet بين الكتاب ولا in front ييجي بعدها حرف الجر of ولا next اللي بيجي بعدها حرف الجر to ولا under under بمعنى تحت يبقى يوجد tablet تحت الكتاب number six هاخد click ولا write ولا make ولا send on the icon on your laptop على الايقونة على اللابتوب بتاعك هقول ايه click ولا write ولا make ولا send هقول click on click on يعني انقر على number seven هاخد ايه من الاختيارات دي add the website and find some information على موقع الالكتروني واوجد بعض المعلومات هقول يعني انقر ولا يعني انقر بس على شاشة ولا look هقول look عشان هي اللي بيجي بعدها حرف الجر add بمعنى انظر على القي نظرة على الموقع الالكتروني علشان تجوف بعض المعلومات يبقى look add number eight can you هل يمكنك هاخد ايه من الافعال دي مئة text يعني رسالة نصية عندما تصل هقول ايه send ترسل do تفعل take تأخذ ولا make تصنع هقول can you send me هل يمكنك ان ترسل لي رسالة نصية عندما تصل number nine اخد ايه من الافعال the icon the icon on your mobile phone على الايقونة على الموبايل فون بتاعك اللي هو الهاتف المحمول هقول make ولا click ولا write ولا tab طبعا make بمعنى اسمع click انقر write اكتب و tab انقر طيب هناخد مين فيهم click ولا tab هناخد tab هنقول tab tab the icon on ادي حفر طيب ليه قلنا tab علشان ده الموبايل فون مع الموبايل والحاجات اللي فيها الشاشة هنستخدم tab اما الماوس بتاعت الكيبورد او اللابتوب هنستخدم click عشان بتدي صوت click صوت الماوس او صوت الضغط نفسه على الزر عشان كده بنقول عليه click number ten انا اود ان هاخد ايه من الافعال selfie يعني صورة اه اللي هي بالكاميرا الامامية ليه الهاتف امام ريفر انا هقول ولا دو ولا تاب ولا ميك يعني التقط صورة اه بالكمال number eleven اللي هي المدونة الالكترونية هي عبارة عن مفكرة يومية يعني مفصول عن الانترنت مش متصل بالانترنت ولا اونلاين متصل بالانترنت او عبر الانترنت ولا paper بمعنى ورق ولا print يعني يطبع هنقول online يعني المدونة الالكترونية هي عبارة مفكرة يومية عبر الانترنت المدونة نوع من الهام من الهام او ضروري ان ايه سيف اونلاين امنا عبر الانترنت يعني تنام تقف تجلس يعني تبقى يعني من الضروري ان تبقى امنا على الانترنت ناخد ايه من الكلمات دي هو عبارة عن كلمة او ارقام تستخدمها عشان تدخل على موقع الكتروني اسمها ايه اسمها باسورد كل دي كلمات متششبهة لكن احنا عايزين ايه باسورد اللي هي كلمة المرور او كلمة السر ناخد ايه من الى فعل دي لا دي كلمة ايه انت لا تريد ان تخبر الناس به اسمه ايه الحقيقة ولا بمعنى يكذب ولا بمعنى سر هي دي اخترنا ولا قصة السر هو الشيء اللي انت لا تريد ان تخبر الناس به هنشوف هنا نبو الففتين اللي هي الكمبيوتر وكمان الموبايل هو الهاتف المحمول دو الامثلة لايه التكنولوجي التكنولوجيا طبيعة زراعة ولا ايه اللي هي مواد دراسية لا طبعا دي امثلة من ايه من التكنولوجيا عمر سكستين لا هاخد ايه من الافعال صوت لناس انت لا تعرفهم هقوله دونت ايه تستلم ترسل ولا تصنع ولا سي ثارة هقوله لا ترسل صورا لاشخاص انت لا تعرفهم نمو سبنتين هاخد ايه من الافعال دي اللي هو شطرنج عبر الانترنت هقول ولا بلاينج ولا بلايد ولا بلايز هقول بلاينج ليه عشان هنا فيه وحنا على طول بنقول لما نلاقي فيه في الجملة نختار الفعل اللي فيه عشان نقول وتبقى لي جملة في زمن المضارع المستمر انا العب الشطرنج الان عبر الانترنت نمو سبنتين هاخد ايه من الافعال دي هو كده بيقدي الواجب المنزلي لمادة اللي هي الدراسات الحال هقول ولا هاز ولا هقول ليه لانه السؤال ده كده آآ سوري الجملة دي فيه زمن ايه زمن المضارع المستمر عندك الفعل هو بعد كده اللي هو والفعل ده مضاف له هاخد ايه من الافعال دي المواقع المواقع الالكترونية من اجل الحصول على معنومات يبقى هما ولا 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 هقول هم يلقونا نظرة على المواقع الالكترونية علشان يحصلوا على معنومات طيب ليه اخترنا اللي فيها علشان هنا فيه فطالما فيه في الجملة يبقى الفعل فيه عشان يدل على الاستمرارية هاخد ايه من الاختيارات دي هاخد ايه من الاختيارات دي لطس ايه من الاختيارات دي ايه من الاختيارات دي ايه من الاختيارات دي ولا هاز ولا ار ولا از هقول طب ليه قلت عشان هنا فيه في هنا جمع فيها عشان كده هنقول يجي بعدها اسم جمع اما رأت يبقى يوجد برضو لكن يجي بعدها مفرز عايز اقول لك فتاة ايه تجلس تحت الشجرة ووالدتها بتقطقط صورة لها طيب يبقى هنقول ايه ولا توق ولا تاكينج هركز معايا الجملة دي بتصف مشهد انت شايفه قدامك مشهدتها عبارة عن فتاة قاعدة ومهمتها بتقطقط صورة يبقى ده مضارع ايه مضارع مستمال يستخدم الوصف مشهد يحدث الان طالما مضارع مستمال كأنك بتقول ضمير الفاعل خلاص هنقول شي يجي بعدها ضمير يجي بعدها وبعد كده قدل فعل هنضف له هنجيها باي بس طبعا بعد حازف لانها غير منطقة يبقى نقول اخوة الفتاة ما لهم هنا خلي بالك بطول ما بعدها ملك لما قبلها بتاعة الملكية يبقى اخوة الفتاة بيعملوا ايه لانه في هنا يبقى ناخد الفعل في شان يبقى مضارع مستمر read and correct the underlined verse number one adam is send text messages to his father adam بيرسل رسائل نصية لوالده طيب هنا في is يبقى خلاص الفعل لازم يبقى في ing يبقى is sending هنكتب هنا sending number two what is your mother doing ماذا تفعل والدتك mom work in the bank now طالما في now يبقى ايه مضارع مستمر مضارع مستمر يعني لازم يبقى الجملة فيها and and j يبقى هنقول mom is working هذه is working يعني هي تعمل الامة تعمل في البنك الان number three هل هالة آآ بتعمل مكلمة فيديو طيب هقول هالة دي كأنك بتقول ضمير الفاعل شي طيب ينفع ما عشين نقول لا هنقول هنبدأ السؤال بغرب هو يبقى هل هالة آآ تعمل آآ تجري مكلمة هاتف لمكلمة فيديو number four to make a video call لي عشان تعمل مكلمة فيديو turn your tablet on قادر أو شغل التابلت طبعا أول خطوة شغل التابلت طيب دي اسمها تعليمات وعشان في تعليمات نستخدم جملة في زمن آآ الجملة الأمرية أو آآ زمن بتاعها تبقى جملة أمرية طيب جملة أمرية يعني ايه يعني تبدأ بمصدر الفات لإعطاء تعليمات هنقول مصدر الفات يبقى هنقول ايه turn your tablet on turn فقط بدون إضافات هادي turn number five send photos two people you don't know هادي سل صور لناس أنت لا تعرفهم ازاي لا ده أنت تقوله لا ترسل صور لناس أنت لا تعرفهم يبقى هنقوله ايه don't هادي don't وبعدك كده send don't ومصدر الفات don't send ما قد تقوله never send بل دي صيغة تانية دي النفي number six هنقول there is a mouse near the laptop on the teacher's disk هو كده بيسأل وطالما بيسأل يبقى هنبدأ بverb to be الأول وبعد كده there يبقى هنقول is there هادي is there هل يوجد ماوصل هي الفقرة بالقرب من اللابتوب على مكتب المعلم number seven there is printers in my classroom طيب بيقول you get printers اللي هي ايه طابعات خلي بالك في حرف s هنا حرف ال s ده يدل على الجمع طالما جمع يبقى منفعش نقول is هنقول ايه بدلها are ينقول there are number eight where adam is locking or information about mp3 players عايز اقول لك اين اه اين يبحث ادم عن معلومات عن اجهازات اجهزة اجهزة ال mp3 هي اجهزة الاغاني او مشغلات الاغاني او الموسيقى طيب يبقى ده سؤال وطالما ده سؤال يبقى هنبدأ بكلمة استفهام وبعد كده بربطه بالاول وبعدها الفاعل اللي هو مين ادم هنقول ادم خلاص يبقى is adam where is adam looking for السؤال ده في زمن المضارع المستمر هيبدأ بكلمة استفهام الفاعل هو ادم والفعل مضاف له عايز اقولك طيب هنا في بط ركز طالما في بط يبقى في تناقض في تعارض يعني جملة تبقى منفية وجملة تبقى مصبتة هنا بيقول ايه عايز اقول هي بط لكن هي تتكلم لأصدقائها تتكلم مع أصدقائها يبقى سوها لا تجري مكالمة فيديو لكن هي تتكلم مع أصدقائها عايز اقولك هي شواح للهاتف بالقرب أو بجوال الطابع طيب خلي بالك هنا فيها وطالما فيها يبقى ايه يبقى دي جمع طيب هنا صغط الجمع مش هتنفع مع يبقى الاختلاف ايه هنخليه عشان هو عايز عايزك تغير عايزك تغير طالما فيه يبقى هتخلي دي مفرد مفردها ايه هنجيب الاداء وبعد كده نكتب هادي فون وبعد كده خلاص هنقولها تاني هنا دي بيجي بعدها مفرد لكن الخطأ ان هو جب بعدها جمع عايزين المفرد من الكلام ده هنقول يعني شاحن واحد للهاتف هنا المفردات بتقول ايه نمر ون وي هناخد ايه من الافعال اجازة او نزهة خلوية الاجازة الماضية هقول هاد ولا ميد ولا توك ولا جيب هقول ايه هقول هاد هاد ابيكنيك يعني فضاينا نزهة خلوية الاجازة الماضية جاية من ها بيكنيك لكن عشان دي في الماضي فخلينها ايه هاد عشان كلمة لاست نمر احنا اسرتي وانا زهبنا للشاطئ وانا عملت اللي هي قلعة من الرمال ميد ولا هاد ولا كلايمد ولا كامفت هنقول ميد ميد جاية من ميك خلاص يبقى ميد عملت قلعة من الرمال اما كلايمد بمعنى تسلق وهاد يعني كان لديه او عنده كامفت بمعنى خيمة نمر ثري اي هاخد ايه من الافعال اهورس يعني حصان في الغابة عندما قضينا نزهة خلوية هناك طيب هنقول ايه مع الحصان هقول ده الماضي من يركب الحصان فدي عشان دي ماضي انا سابحت في البحر ايه ادولفن ادولفن اللي هو ادولفين هاقول اي ادولفن حد يقول طبعا انا ملعبتش مع الدولفن هقول لو جا يبقى المفروض يبقى فيه هنا لكن احنا عايزين بمعنى رأيتو بعد كده القاعدة بنقول نحن خيمنا فيه غابة وعايز اقولك نمنا فيه الخيمة لانه ده زمن جملة في الماضي البسيط هنا فعل فيه التصريف الثاني نمبر سيكس هيقول الصيف الماضي اصرتي اخذ ايه من الافعال يعني اجازة رائعة في المغرب هاقول وقا بعدها مدة يبقى احنا نتكلم عن زمن ايه في الماضي البسيط الماضي البسيط يبقى انا اقول هاد هاد خلاص طيب بعد كده نمبر سبن نقول هاخد ايه من الاختيارات في البحر لم يكن دافئة جدا لم نسبح ولا 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 هاقول نحن لم نسبح ليه لان المعين ما كانتش دافي نمبر ايت هاقول ايه ركبت وقال الجمل ذات ايه فن هاقول از ولا واز ولا وار ولا ار رود دي في زمن ايه الماضي البسيط الجملة في زمن الماضي البسيط عشان ده التصريف الثاني يبقى خلاص هناخد التصريف الثاني ليه الفعل هاقول ايه ده في صيغة المار ذات واز ذات واز فن خلاص دي ماخدناش عشان ذات دي للمفرد اما للجمع يعني عندك دول المضارع دول مشتبعنا احنا الجملة في الماضي الماضي هينفع معها اما واز اما وار هينفع مين واز لانه وار دي للجمع وذات دي تشير الى المفرد نحن زهتنا الى مطعمين جيد هااخد ايه من الافعال طعام لذيذ اقول ايت ولا ايتن ولا ايتس ولا ايت هاقول ايت لانه الجملة دي في الزمن الماضي البسيط هادي التصريف التاني للفعل يبقى هنا هناخد برضو التصريف التاني للفعل هو ايت اكلنا طعاما لذيذة نمبر تن ايه هاخد ايه من الافعال التنس مع اصدقائي امس طالما ايستردي امس يبقى هاول ايه play ولا plays ولا playing ولا played ماضي يعني played تصريف التاني نمبر 11 وي هاخد ايه من الافعال مدينة اسمها مراكش دي في المغرب وذهبنا لمتحف طالما هي بقى سياغربهم لكده كلها في الزمن ايه الماضي البسيط ماضي بسيط يعني تصريف التاني للفعل مين فيهم تصريف التاني للفعل اللي هو visited زرنا نمبر 12 وي هاخد ايه من الافعال بعض الطعام اللذيذ عندما كنا في المغرب هقول ايه ايت ولا ايت ولا ايتن ولا ايتس هقول ايت لانه هنا في وير تدل على الماضي وطالما ماضي بقى هاخد التصريف التاني للفعل اللي هو ايه ايت فهذه كده هنشوف صفحة نمبر 13 يعني اديت الكثير من الاشياء الاجازة الماضية ايه هاخد ايه من الافعال اسرتي في كندا او عائلتي في كندا visit ولا visited ولا visiting ولا am visiting اللي بالك هو ال last ال last دي تدل على زمني الماضي البسيط ماضي بسيط يعني فاعل وتصريف التاني للفعل هو visited نمبر 14 ايه هاخد ايه من الافعال جابل العام الماضي هنا برضو في تدل على الزمني الماضي البسيط يبقى انا محتاجه تصريف التاني للفعل هو ايه نمبر 2 اقرأ ويصحح الكلمات التي تحتها خط نمبر 1 سبح في البح عاز اقولك هو لم يرى اي دلافين طيب هنا هنقول ايه لانه قاني دي بتيجي في النفي يبقى عايزين نخلي الجملة دي منفية منفية في الزمن الماضي البسيط يبقى هنقول وبعد كده مصدر الفعل سوري اقول يبقى هي لانه الجملة دي في الزمن الماضي عارفنا ازاي ان هي ماضي لانه هنا في سوام في التصريف التاني للفعل طيب وهنا كمان في بط تدل على التناقض او التعارض يبقى في جملة مصبتة الجملة دي لازم تبقى منفية والدليل التاني ان الجملة دي منفية وجود اني اللي بتيجي في الجملة المنفية فقط يبقى عايزين تبقى منفية انا فيها ازاي هنجيب الفعل المساعد اللي هو وبعد كده مصدر الفعل اللي هو سي هنقول هي لم تبتدي اه كوت اللي هو المعطف لانه كان يوما حارا جدا طيب شايفين وص دي وص بمعنى كان طالما كان يبقى زمن ايه ماضي بسيط ماضي بسيط هننفية ازاي في زمن الماضي البسيط لا عايزين الفعل المساعدة هو اسمه ايه اه دي للنفي في الزمن الماضي البسيط وبعد كده جاي اللي هو مصدر الفعل ده سؤال طيب طالما في سؤال يبقى لازم يبقى الفعل في المصدر عشان يبقى ترتيب السؤال كلمة الاستفهام والفعل المساعد اللي هو did الفعل you وبعد كده مصدر الفعل عشان وجود هنا yesterday اللي بتدل على الماضي ماذا فعلته الاحد الماضي ادي سؤال في زمن ايه الماضي البسيط عرفنا ازاي عشان وجود كفعل المساعد هنا وكمان وجود كلمة طيب يبقى ترتيب السؤال ايه هو كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل اصلي هزين فعل اصلي هنا يعني مصدر الفعل بدال هخليها ايه دول هو ده المصدر ماذا اشترت والدتك في السوق هنقول ايه هنقول مصدر الفعل برضو اللي هو ايه باي بيقول ماذا اكلت على العشاء الليلة الماضية هقول ايه طالما هنا تدل على الماضي تدل على الماضي يبقى كلمة استفهام وفعل مساعد يساعدنا على تركيب السؤال اللي هو بنستخدمه في الماضي اللي هو ايه مش دو دو بنستخدمها في المضارع البسيط لكن احنا عايزين ايه يبقى بعد كده هنشوف بيقول ايه بيقول يعني حتى الواحد اللي سانه بيقول الصحة بيقول الجملة بطريقة صحيحة لان هي ما تنفعش وز ليه ما تنفعش وز شان دي كاملز فيها حقا دس يعني نجمع مطالما جمع نقول ده مش وز وز دي بتبقى معه وشي ويت فقط. يبقى كان هناك جمال على الشاطئ. انا لم انم في كهفة عندما كنت في اجازة طيب يجي بعدها ايه مصدر الفعل هو ايه سليب. ها دي سليب. عند النفي في صيغة النفي نستخدم وبعد كده مصدر الفعل. نمبر ناين عايز اقول لك الشاطئ لم يكن بعيدا عن منزل سيد. طيب الشاطئ ده مفرد. وطالما مفرد هنقول لأ. دي بنستخدم مع الجمع. لكن كأنك بتقول ضمير الفاعل ات. يبقى ايه? ات وازنت. اوكي? هنقول ات وازنت. اه دي هنا وازنت. ادي بوزوة هنخليها منفية تبقى نط. عرفتها جات ازاي? نقول لها تاني. ايه الشاطئ لم يكن بعيدا عن منزل سيد. طيب. الشاطئ ده مفرد. احنا نتكلم عن الشاطئ. الشاطئ ده مفرد كأنك بتقول ضمير الفاعل ات. مع ات. هنقول ورنت. لا هنقول للمفرد. بعد كده سيد عم سيد دي بطول ما بعدها من الكلمة قبلها يبقى ده يقصد بي مين? عم سيد. كانوا في القاهرة اه عطلة نهاية الاسبوع الماضي طيب. ينفع اه عم سيد وعمته لتنم مع بعض كده نقول عليهم غز. لا هنقول عليهم ايه? وللجمع. لكن غز دي للمفرد مع هي وشي واتفاقة. هنقول ايه? لم نزل او نبقى في ايه هتل اللي هو لم نقيم في فندق. نحن لم نقيم في فندق. نحن نمنا في اتنت اللي هي خيمة. طيب ما ده زمن ايه ماضي? بسيط. دي جملة في زمن الماضي البسيط بس ما نفاية بنت. طيب ايب عايزين ايه برضو بقى الجملة هنا? لسه ما خلصتش. بقى الجملة هتكمل برضو ماضي بسيط. ماضي بسيط يعني فاعل هو وي. والتصريف التاني الفعل هو ايه? اه دي سليبت. يعني تسلق جبلا الاسبوع الماضي. لس تدل على الماضي. طيب وطالما ماضي هي بعزين التصريف التاني للفعل. اللي هو ايه? خلاص. لكن وجود حرف الاس ده يقول ان هي مضارعة بسيط. لا هي مش مضارعة بسيط بدليل هل انت وعائلتك او اسرتك اه ما اه اقمت في فندف? طيب. هنا السؤال. والسؤال بنجيب في ايه? مصدر الفاعل. نقول فاعل مساعد وفاعل. كل ده فاعل. هو فاعل مساعد. الفاعل. الفاعل هنا هو انت كل دول فاعل. يبقى المفروض نجيب ايه هنا? مصدر الفاعل هو عشان ده سؤال. يبقى دي ستايت. نحن لن نشاهد التلفاز ما اللي عملنا ايه? لعبنا باسكتبول كرة السل. طالما هنا في زمن الماضي البسيط يبقى هنا برضو هنكمل ماضي بسيط. هنقول ايه? وي played. ها دي played دي يعني تصرف الثاني للفاعل. ننبر ففتين هنقول سامي دي دينت لايك دي بلايك دي بلايك السامي لم يحب لعب كرة القدم. ها دي دينت ايه? بعدها ايه? مصدر الفاعل. يعني لايك. ها دي لايك. خص? نبر سكستين. they didn't travel هم لم يسافروا بالسيارة. هم مشوا. طيب يبقى ايه? دي الجملة في الزمن الماضي البسيط. الماضي بسيط يعني فاعل. وعايزين ايه? التصريف التاني الفاعل هو ايه? هادي بمعنى مشوا. هل انت زهبت في اجازة العام الماضي? طيب. ده سؤال. سؤال يعني فعل مساعد فاعل فعل اصلي. فين الفعل اصلي من هو هو هادي هو التصريف الاول لفعل عشان ده سؤال. نفس الفكر. طيب هل انت وعائلتك اقمت في فندق? طيب كيف هقول ايه? ونفس السؤال تكرر اهو. نفس السؤال تلاتاشر وهتلاقيه هنا في طمانتاشر. برضو هنقول ايه? هنقول عايزين مصدر الفعل. مصدر الفعل هو التصريف الاول. الفعل هو ايه? سيد ومريم لم يدخلوا ايه? الكيف اللي هو او لم يذهبوا ليه? لم يدخلوا الكيف اللي هو الكهف. طيب هنقول بعد عايزين ايه? مصدر الفعل هو go. سوام يعني سابحة. بعد مصدر الفعل هو سوام. اه دي سوام. هنكمل مع بعض هنا في اخر واحدة عندك في المنهج المفردات. اول حاجة نمبر وان بيقول ايه? عايز ايه? من الكلمات دي is not an an ingredient ليس مكونا. يعني مش مكون من مكونات الطعام او مكونات الوجبة. رايز ارز? لا الارز ينفع من مكونات وجبة. ناتس المكسرات برضو ينفع من مكونات وجبة او مقادير وجبة. رايزينز اللي هو ايه? اللي هو الحمص. اللي هو الزبيب. سوري. رايزينز اللي هو الزبيب. ده ينفع برضو مكونات الطعام. فاضل ايه? ستار ستار اللي هو فعل. فعل بمعنى يقلب ده مش من المكونات ده مجرد فعل من افعال الطعام. نمر دو هاخد ايه? من الكلمات دي is not a cooking verb. ليست فعل للطبخ. طيب او اللي هو اللي هو عبارة عن فواكه مخلوطة مع الحليب. طيب. لكن بمعنى يغلي بمعنى يقلب بمعنى يضيف. يبقى كل دول افعال تخص الطعام. لكن ده وقبة. الاكل نفس. ده نوع من الطعام. لبقى ده مش cooking verb. نمر ثري. يمكنك ان تغلي الماء في ايه? قدر ولا تي سبون ما لعقت الشاي ولا باعه. اه سلطانية ولا كب. اه الفنجان. كل الدول متقدرش تغلي فيه من الماء. اذا هتغلي فيه الماء هو القدر. نمر فور. فكرة جيدة ان تأكل ما بين اتنين لاربع ايه من الفاكهة في اليوم. بمعنى الوحدة منهم المفرد بمعنى رمح. رمح دي اداة زي السيف كده دي الحرب والقطاع. اما هنا بمعنى فصائل فصائل او انواع من الكائنات. بمعنى توابل. عايزين ايه بمعنى قطع. يبقى فكرة جيدة ان تأكل ما بين اتنين لاربع قطع من الفاكه في اليوم. نمر فايف الكثير من الكعك والبسكوت. طالما او ناخد بعدها حرف الجرح عشان نقول جيد لي او سيء لي. خلاص? اوكي طيب. بعد كده اللي هي آآ اللغة او القواعد الغوية. نمر سيكس بيقول. الفول والخضروات. ليست بها ايه? شجر او فات. سكر او فات دهون. اقول ايه ولا صم ولا ماتش ولا ماني. اقول ايه? او الماتش ليه? لانه شجر. وفات دي اسماء لا تعد. تعد يعني هعملها معاملة الكمية هاخد لها ماتش. اما ا دي اداة ناكرة تسكر قبل الاسم المفرد. صم دي بمعنى بعض. مني بمعنى ايه? العديد او الكثير. وتيجي مع الاسم الذي يعد. نمر سبب. كريم غالبا هاز ايه? سناك هي تناول ايه? سناك بيفور هي جوز توبت. سناك اللي هي وجبة خفيفة قبل ان يذهب الى النوم. هقول ايه ولا اني ولا مني ولا ان. هقول ايه? هقول ان هو بياخد ا سناك. وجبة خفيفة. اسناك. وجبة خفيفة. نمر ايت. هقول وي. هاخد ايه من الاختيارات دي? ايت تو ماتش كيك. ناكل الكثير جدا من الكعك. ات هاس تو ماتش شوجر انت. بها الكثير جدا من السكر. طيب. هقول شودنت ولا شود ولا شودنت تو ولا شود تو. هقول وي شودنت. ده بالنسبة للكيك الكتير عشان فيه السكريات كتير. يبقى احنا ياجب ان لا ناكل الكثير من شودنت. دي بمعنى لا يجب ان. خلاص اما شود بمعنى ياجب ودي مش هتنفع مع معنى الجملة. ما فيش حاجة اسمها شودنت ويجي بعدها حرف جر تو ولا شود ولا حرف جر تو. وزيها برضو ما فيش حاجة اسمها ماست تو ولا ماست تو. نمبر ناين. القدر ساخن جدا. يجي مصدر الفعل بدون اي اضافات ولا تو ولا اي حاجة. يبقى يكت تاتش. انت يجب ان لا تلمسه. نمبر تن اي لايك بيسكتس انا احب بيسكتس اللي بسكت بي ايه. ريزنس ان ذن. ريزنس احنا قلنا اللي هو ايه الزبيب. هلو. هقول الاط ولا تو متش ولا ايني ولا الاط اوف. هقول الاط اوف. الاط اوف بمعنى كثير من. طيب ليه ما قلتش الاختيارات دي? الاط ما تجيش لوحدها. لازم يجي بعدها حرف جر اوف. يبقى دي مش هتنفع. دي مش هتنفع لانها تستخدم مع الكمية. واحنا قلنا الزبيب يعد. يعني احنا بنقول دايما الاغنية نعد الزبيب والحمص لا. في الدرس ده عشان الناس متطلق بطش كلها حبات صغيرة اه. بس عندنا في اللغة نقول نعد الزبيب والحمص لا. نعد الزبيب والحمص لا. يعني احنا نتعامل مع الزبيب على انه اسم يعد. خلاص? لكن الحمص لا. يبقى طالما ده اسم يعد ما ينفعش اقول تو ماتش اللي احنا نستخدمها مع الكمية. طيب. اني دي تستخدم في الجملة المنفية. خلاص عرفت ازاي احنا خدنا اوكي. هل يوجد ايه من الحاجات دي? الطماطم فيه الثلاجة. ده اسم ايه? اسم يعد والمفرد منه وهي واحدة طماطم. هقول ايه? هقول ايه? اني بمعنى اي. مش ده سؤال. يبقى السؤال اللي هو يحتمل معنى ايس او نو? هستخدم في ايه. خلاص? هاخد ايه من الاختيارات دي? فيكز انزا كابورد. فيكز اللي هو في الكابورد. فيكز دي كلمة تعد مفردها واحدة تين. يبقى هقول there is any ولا are any ولا aren't any ولا aren't some. هقول ايه? there aren't any. there aren't any. فيكز لا يوجد اي تين في كابورد. خلاص? نستخدم ايه? علشان احنا قلنا دي تعد يبقى هنستخدم معاها ار. واعزنها منفية علشان نجيب معاها اني. خلاص? هنشوف صفحة تسعة وتمانين نوبر ثورتين. you هاخد ايه من اختيرات دي? always clean. teeth before you go to bed. اقول you should ولا should do ولا shouldn't ولا shouldn't to. هقول you should always clean. انت يجب ان تغسل اسنانك قبل ان تذهب للفراش. دي الاعطاء تعليمات. نوبر ثورتين هاني هاخد ايه من اختيرات دي? not eat snacks in the classroom. يأكل واجبات خفيفة في الفصل. هقول should يجب ولا shouldn't ولا mustn't ولا must to. هقول should. ليه? علشان should دي يجي بعدها هنا not خلي بالك في not هنا ركز. في not في الجملة نفسها. يبهاني يجب الا يأكل واجبات خفيفة في الفصل. اما shouldn't دي ما اخدناش ليه? ينفع نقول not وnot تاني. هنا فين واربعا? لا. mustn't. ينفع نقول mustn't. وبعد كده نطل. وفيش حاجة اسم احنا زي ما احنا قلنا كده فيش حاجة اسمها must to. او should to. او mustn't to. او shouldn't to. فيش بعد الحاجات دي. نوبر الففتين. هاو ايه هناخد ايه من الاختيرات دي? رايز دو ميك كوشري. ارز ليه اه نصنع الكوشري. اقول enough rice? ولا too much? ولا too many? ولا some? اقول ايه? اقول enough. هل يوجد لدينا الارز الكافي لعمل الكوشري? نوبر 16. there are. يوجد هاخد ايه من الاختيرات دي people in this cafe? ناس في هذا الكافي المقهى? let's go to another one. هيا نذهب الى واحد اخر. طيب. اقول there are too many people? ولا too much? ولا enough? ولا يعني? هقول too many people. ليه? لان الناس الاشباس قادر اعدهم. وطالما اعدهم بقى هقول many. اما too much دي ستستخدم للكمية. الناس دي مش بالكم مش بالشوية. طيب. enough بمعنى كاف. ويني بمعنى اي تجي في الجملة المنفية. لكن دي مثبتة. طيب. وقلنا enough دي بمعنى كاف مش هتنفع مع معنى الجملة. لو كان فيه ناس هقول اه هنا في ناس بالقدر الكافي خلاص تعال نروح مكان تاني? لا. هنقول ايه? في ناس كتير عدد كبير. تعال نروح مكان تاني. اقرأ ويصحح الكلمات التي تحتها خط نمبر وان. يجب ان تأكل الكثير جدا من الشوكولاتة. ينفع اقول لحد اكل شوكولاتة كثير? لا. كثير جدا كمان? لا اقول له ايه? يجب الا اه دي وهنخليها من فيه عشان تبقى ايه? بس احارف دي. خلاص? طيب. نمر او ليلة تشعر بانها مريضة. يجب ان ترى الطبيب. طيب هقول لي اه اه شي. شي شود سي عشان بعد شود او سينت او مست او مست يجي مصدر الفعل. يبقى نقول ايه? نمر ثري. اي? بيسأل بي بيجاو. بيقول اي? هل يوكد اي حمص? قال له no there isn't. طيب ينفع. ننهي السؤال بي از ومنفية بي نط ونبدأ بي ار? لا احنا دايما بنقول في السؤال بتاعي اس او نو? البداية هي النهاية والنهاية هي البداية. لو احنا وصلنا في الاجابة لأيه هنا نهايتها هنا يبقى لازم يبقى السؤال هيبدأ بي از مش ار. اه دي الدليل الاول يبقى هنقول از علشان هو في الاجابة ال isn't. طالما فيه no يبقى اقول no there isn't. طيب ده الدليل الاول. وكمان الدليل التاني ان احنا قلنا ار حمص. الحمص اللي هو اه حبات الحمص. فهنقول ايه? هنقول الحمص لا يعد بالنسبة لي مش قادر اعده. مش قادر اعده يعني واقف عندي عند الرقم واحد. وطالما واحد يعني مفرد. مفرد يعني از. انا كده بسهلها لك جدا عشان تعرف ازاي نعرف الاسم اللي هو يعد او لا يعد. ايه الفلفل ايضا طيب هقول there are any. طيب اي ديت تيجي في ايه? تيجي في الجملة المنفية. طب هنا ما فيش نفي هيبه هنقول there are some. يوجد ايضا بعض الفلفل. هيبه هنقول ايه? بس? اوكي. بعد كده نمر فايف هقول ايه? اه نمر فايف بتقول are there any figs? هليوجد اي تين? no there are any figs. طيب هنقول no there. no there ايه? no there are any figs. لا هنقول there aren't. there aren't any figs. عشان any بتيجي في الجملة المنفية. وكمان no تدل على النفي. وany تدل على النفي. يبقى r دي لازم تبقى منفية هتبقى aren't. اه دي are وننفي به no. نمر سيكس. there aren't any حمص. لا يوجد اي حمص. احنا قلنا نعد الزبيب والحمص لا. يبقى الحمص ده مش بيعد. مش بيعد انا يعني اسمه لا يعد. لا يعد بالنسبة لي ان انا مش قادرة عده. مش قادرة عده يعني واقف عند الرقم واحد. خلاص دي ماغي مش قادرة تعد اكتر من كده. طالما واحد يبقى is خلاص يبقى هنجيب is بس ما فيه هنقول there isn't any حمص. آآ دي isn't. كده احنا وصلنا حد ايه رقم كم دي number six خلاص? آآ نشوف number seven. number seven بتقول ايه? there aren't any olive. there aren't any olive. آآ لا يوجد اي olive اللي هو آآ زتون. لا يوجد اي زتون. طيب aren't di تستخدم مع ايه? مع الجمع. ينفع نقول لا يوجد اي زتونة واحدة? لا. هنقول any olives. خلاص? ادي olives. خلاص? الدليل الاول على ان احنا عايزين olives. any aren't di للجمع. وكمان ايه يجي بعدها اسم جمع. number eight. ايه بيسأل بي بيجاو. are there some nuts in the cupboard? yes there are. طيب. هل يوجد? آآ ده سؤال. سؤال بمعنى هل سؤال يس او نو نستخدم في ايه مش سم. سم دي بتيجي في الجملة المثبتة او سؤال غرضه العرض او التقديم او الطلب. خلاص? يبقى عايزين ايه? any بدال some. عشان دي سؤال yes او no. سؤال yes او نو نستخدم فيه any. number nine. there is some salt but there are some presps. يوجد بعض الملح لكن يوجد بعض المقرمشات. طالما فيه بط هنا تدل على التناقض او يبقى الجملة الاولى هتبقى مصبتة التانية لازم تبقى منفية. طالما هننفيه هنقول there aren't any presps. اوكي? هنقول ايه? there aren't any. يبقى a the all عايزينها منفية. تبقى aren't وبعدها يجي any. any دي تستخدم في الجملة المنفية مش some. number ten. we shouldn't drink a lot of water. يجب الا نشرب الكثير من الماء. ازاي كده? لا. سايد احنا نقول. we should we should drink. and you should. يجب ان نشرب الكثير من الماء. number eleven is there some cheese? هل يوجد بعض الجبن? ازاي? some دي تستخدم في ايه? تستخدم في الجملة المصبتة. ممكن تستخدم في السؤال لو كان غرضه العرض او الطلب. خلاص? لكن السؤال ده مش غرضه ان انا اعرض مساعدة ولا اطلب شيء يبقى مش هينفع في صم هناخل بدلها ايه? any. خلاص? twelve whom يقول she shouldn't she shouldn't has drinks with a lot of sugar. يعني لا يجب ان تتناول مشروبات بها الكثير من السكر. طيب. بعد shouldn't يجي مصدر الفعل. ايه هو المصدر? هو have مش هزه. خلاص? بالرغم ان الفاعل هنا she. اللي بالك. بالرغم ان الفاعل she. لكن بعد shouldn't يجي مصدر الفعل. المصدر هو have مش هزه. number ثورتين. you should eat too many crispies and cakes. and cakes. يجب ان تأكل الكثير من المقرمشات والكعك. ينفع. اقول لحد قل مقرمشات كتير وكعك كتير. لا اقول you shouldn't. يجب قال لا. اسمها ايه? يجب قال لا. هذه shouldn't. number fourteen there are too much people in the market today. ازاي? الناس دول بالكبشة? لا. دول مش كمية. دول عدد. بل عشان عدد. اقول ايه? money. هادي. من? الناس. من معنى العديد من او الكثير من. طيب. بعد كده number fourteen. اه. اه. اقول you should to clean your teeth in the morning. يجب ان اخصل اثنانك في الصباح. بعد should او shouldn't ما ينفعش نجيب two. هنجيب المصدر على طول اللي هو clean. هادي you should clean. number sixteen there is some reasons you got bought الزبيب. احنا قلنا نعد الزبيب. والحمص لا. وطالما اللي هو الزبيب يعد ايبا هنستخدم مع ار مش از. خلاص? از دي للمفرد اللي هو لا يعد. هنستخدم ايه? خلاص? number seventeen is there any cheese? هل يوجد اي جبن? yes there isn't. نعم طيب. yes there isn't? ازاي yes? نعم. انا عايز اجاوب بالاسبات واقول isn't لا. ازل دي تيجي معنى? يبقى قول yes there is. خلاص? number eighteen there is any salt? yes there is. طيب. احنا بنسأل والسؤال هنبدأ به? هنبدأ بفرطوبيل الاول وبعد كده the. عشان تبقى is there any salt? هل يوجد اي ملح? قال له نعم يوجد. يبقى نقول ازل الاول وبعد كده the. number nineteen are there any apple? on the tree this year? هل يوجد اي تفاحة واحدة? ينفعلون تفاحة any apple? آآ على شجرة هذا العام? لا. any? يجي بعدها اسم جمع. يبقى نقول any apples? ليه الجمع? خلاص? هل يوجد اي تفاح على الشجرة? number twenty you should eat? a lot of fruit and vegetables. يجب ان تأكل الكثير من الفواكه والخضروات. بعد شو دي يجي ايه? مصدر الفعل اللي هو yet فقط. اقول لك بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله بس هنكمل مع بعض اختبارات المحافظة. انتحانات المحافظات. بنبهك ان في فيديو مهم جدا جدا فيه كل آآ موضوعات الانشاء المطلوبة منك خلال الترم اللي هو بيجي في الاخر سؤال اكتب موضوع ان شاء موجود عندك على القناة لو حابب ترجع له كل ما تجي تحل الامتحان وتلاقي في موضوع بازن الله هتلاقي موجود معنا في الفيديو. موجودة عنوينها وكمان آآ احنا عنوينها فيديو وشارحينها قويس جدا. تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.